اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدد الشعراء يعني هواي كلش فتشوفوا المسألة طبيعية يعني ما بها تكلفة يعني شلون ماكو تكلفة تقصد أنه نحن نتعايش من ضمن جزء من المجتمع بس أنا يعني أنا اللي يعرفه الناس ماديهم فكرة على الشاعر أنه عدى فالخلاف نفسي تشوفه دائما يعني عدى أمور ثانية ويصر معشرة إلا ويشعرها هذا بحكم لأن نفس الوساط لو هو لازم يتردد على الشعراء. هذا طبيعي. لازم يكون هيد شيء ملتقى. طبيعي. طبيعي. يعني الأغلب يعني ولو قاطعك مرتضة. الأغلب من الشعراء ملتقى يصير وهي الوسط. شون السبب؟ شون السبب؟ هو مو بسبب يعني مو سبب. بس أنت ذول أولا جيلك وأصدقائك الشعر عرفك عليهم بعد الشعر صار أكو ترابط. يعني العلاقة كبرت بدأت تصير أقرب إلى الإنسان. مو إلى الشاعر. ها يعني مجرد ما الشاعر يعني نروح للمجال الإنسان. متل قضية الشعر. صح. صح. بس ما. في التقنعني اليوم شاعري قاعد يوم شاعر ما يسولف بالشعر. لا طبعا يسولف شيء أكيد. أنا وياقنا قاعد يسولف بالشعر. إحنا النهار كله نتعارك. بس إحنا الحلو بينا. علاوه شنوه. إحنا حتى إذا عندنا خلاف وي شاعر ما ننفي شاعريته. وهذا أنا أشوفه أفضل شيء. أي. أفضل شيء. ما ننفي شاعريته. لأن هذا يعني أنا برأيي مرتضى. إحنا دائما ننصر. ألا هو عنده كارثة. أهو اليوم كارثة. اليوم مقلوب الدنيا بالآراء. لا القضية أنه إحنا دائما نقول الوسط. الوسط أكو قضايا سلبية. خوه يبدأ الشاعر. الشاعر جاي شخص أمور بالوسط. عد الشعره. وهو مباد بنفسه. أهسان راح أكون مدافع. راح أكون مدافع. كل الأوساط بها مشاكل. خوش. تريد أعدد لك. ما عنده مشكلة. كل الأوساط بها مشاكل. بس مشاكل مو ظاهرة. مو ظاهرة للإعلان. احنا نختلف بنقطة. مشاكلنا ظاهرة. ظاهرة للإعلام. وهذه سلبية. تجربة الإعلامية. يعني وين راح يطرحها؟ لا. موها موهيش. لا لا. موهيش. أكو برامج سوقت لهذا الشيء. يعني خلت سياق البرنامج أنه أخذوه أنه ينتشر بالمشاكل. لأمرت困. أنا بأخت عقب على المشاكل. أنا ببعض المشاكل. ليس ببعض البرامج. لا لا لا. أently حصل على كلها. أردقات على هذا الجانب. أنا اليوم نتعلم علي ببرنامج. هي. والبرنامج بخلافات أو بشعر أو بجانب إنساني. هنا بقى الشعر يتحكم بموضوعة. إلا شغلة ثانية. dévelopّت شعر بقاذ ؟ أنا أحس أن الخلافات توصلني. هذا شيء ثاني. والهذا مؤمنين بالشعر. مثل ما قلت بكل المجالات كل الأوساط حتى الأوساط الرياضية الأوساط الفنية كل الأوساط الأدبية موجود بهذا بس إحنا اللي يختلف عندنا أنه مشاكلنا ظاهرة للإعلام عفنا من المشاكل تريد تسمع شعر الناس ريد تسمع شعر بربح الفاتحة وتبدل خسارات يقول زعل وفكار تخنق وانقسامات وسولف ويروح ومدرش أقصد وبالمرأة يلتق بذباح كل يوم ولا مرة خذت من سيفة موعد القفص مني الغصن ما حسب عصيد والمسجون بي بس لي غرد احترمت السجن أكثر مني لبيوت لأن بلغر فراحة باء لتشرد الله علاوي لأن احترمت السجن أكثر مني لبيوت لأن بلغر فراحة باء لتشرد أنا الصدمة لو راحت ودع لي موت واخر فرصة ينطيها ليهدد أعلى رقبة شاردش خلاني زنجيل بعد من الصعوبة وياها أركد الله نعسان وألم مفراش واختاظ وارسم ناس تبتش ويمها مدد الخيل تدمع من الفارس يموت ومن الدقر جلها تريد يقعد الله بربح الفاتحة وتبدل خسارات الخيل تدمع من الفارس يموت ومن الدقر جلها تريد يقعد بربح الفاتحة وتبدل خسارات وتعلمت كل ما أضحك أفقد رايد أنشمر بالمر قد فلوس ولا صيرا منارة بقف المسجد الله امترب هاي جيت من المراجيح ومن آخر حبيبة تريد تبعد اختلفنا الزعل يبدو بقطعة الزاد لو تمسح كحلها وما تعيد طلقة من العرس رادتني أنقاد وقت النجمة فوق الرتبة تسجد الله وهنا أنا بعد ما تنحمل قاع لأن بتجبها راحت جندي يحقد لأن بتجبها الله علاوي راحت جندي يحب أنا شاتي بيك مجروحي أنا خاف سؤالي ويقولون صحي أنا قويتم مدربية لا تخش يا علاوي يعني زيني شاهر روحي شاهر روحي شاهر روحي بيه مشاهر علي شاهين بداياتك يعني أغلب اللي جاي يشوف الأسئلة تجيني صح صراحة علاوي إحنا خنتفق على شي يوم إحنا أصدقاء بر إي بس مطلع المظمومات مقدم وأنتم مقدم يوم كل من يبرز عضلات علاوي والله يبلك الله يرزقنا على برنامج على شي برنامج بي 2 مقدمين لكل واحد لا لا كل واحد مقدم آه حلول والله أنت تلزم لك برنامج وأنا تلزم برنامج أنا بس قضية راتب ما عدي فيه قضية راتب بعد وراك تجيك البرامج ما شاء الله يا الله يسر ألقى كيف علاوي كلها تسأل عن بداياتك خوش يعني بداياتك من منتدى الرسالة أنا أعرف أنا أنت شخصيا أخوة تدريب هذا الموضوع بس الناس تسأل ليش بحكم ولي أنه صار نوع من الإعلام أكثر بدت تداول أبيات أكثر أنا أريدك توضح مرتضى أنا أحس هو شوف هاي الأسئلة نوعا ما تقليدية بس هي ألا لا جاء بدو بلماسية لا لا والله ما راح جاء بدو دوماسية ماريت لا هو تقليدي نكتبخنا قاعدة حبايا بس أشغلة مهمة وضرورية إذا تجي تناقش كل الشعارة البدايات نفسها يعني أنا ضد يعني أنا أشوف والله يعني أشوف تكلف بالموضوع يجي شاعري يقول والله أنا بديت كذا قصيدة قوية ما كوهيتش أنا بداياتي للأمانة ركيكة جدا يخينا نكون واضح حلو على هي مرتضغة في الصديق ركيكة جدا بس أنا قوي ها؟ بس أنا قوي لا تخلي ولي شنة بديت قصيدة قوية ما كوهيتش يهس قلت لك نفيتها عيني بديت البدايات ركيكة ما كان مثلين يجي واحد يقول لك يا باتت جاي تكتب هاي القصيدة غلط هذا الوزن كذا حلو إحنا من الأجيال بالمناسبة وأنا مولي أنجيلي أجينا تحسب له إحنا من الأجيال اللي نوعا ما أكو ناس أصحى فضل علينا للأمانة بس نوعا ما الأجيال قضية القصيدة يعني حاول يتعلم نفسه بنفسه يعني حاول أنه يشوف وين الخطأ ويصححها فبديت منتدى الملتقة ذات الذكرة الذكرة أي ظلسينا تقريبا ايه تعبنا هواي بهذا أو هذا كارثي خصوصا الدرج نسحة لو ننسى هذا مات الدرج الله أكبر وهذا اللوكيشن هذا الأصفر اللوكيشن وكاسيتات المهم كان حلو على لا هو كان حلو رغم يعني يشوفوا البدايات حتى إذا كانت بها سلبية بس والله ذكريات حلوة أنا من أرجع يعني مرات الذكر جوابك بيدو بالماسية جوابك بيدو بالماسية بس صارت الانتقالة وين صارت الانتقالة صارت ما للمسابقة البغدادية ذات ذكرها مرتضة بعدين نتطور الموضوع إلى منتدى الرسالة وهذا الشيء يعني ضروري يريد أحكي به إليك الجواب مرتضة منتدى الرسالة والقائمين على منتدى الرسالة ايه وابو جنة وابو جنة لازم نحكر ايه لازم أبو جنة الولد بصورة عامة يعني خمارة عدت لا لا خلنا عدد لا خلنا عدد خلنا أخلص بس لا تعدني هسانة مقدمة ايه أبو جنة ايه أبو دانة ايه ايمان اللامي حلو عبدالله العقيلي ايه بصور قصي وحكيم كذلك والتويانة يقولون ما تتواجد بالمنتد صدق المتدد لا لا آخر أمسية آخر أمسية تشين التعبان فللأمانة يعني للأمانة أنا وصولي هاي الناس أصحاب فضل علي أكيد للأمانة يعني أكيد بس انت علاوي مثابر أنا أحب لبيك المثابرة علاوي أنت مثابر ومشتهد بكتابة القصيدة الله يسمي على الإنسان علاوي ثم رح تقل على الإنسان شي يقول لا 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 هذا السؤال أنا ما أفرع عليك خلال ايه أنا ما أفرع عليك علاوي كلهم يشوفوك بمنطقة ثانية يكونوا علاوي متكبر علاوي شاهد خشمة علاوي ما عنده مجاملة أنا أعرف أنا أعرف ماش بس الناس تحب تعرف ليش ليش هتها انت شخصيتين عندك علاوي لا مرتضى هي شخصية واحدة للأمانة بس انت قريب علي بس الناس شاهدتك شخصية راح أقول لك شغلة انت قريب علي شو شوفني بيا طريقة أنا أشوف علاوي الشخصية الوحدة الناس الناس اللي تحجب هذا الموضوع مرتضى لو بعيدة عليك ايه لو ما فاهمتك بطريقة صح واني أرجح علاوي شون يفهمك يعني شون تتريد دقيق لديك مرتضى يجي السلام عليكم وعليكم السلام فيما لا يروح يبنى علي صورة على ذني لثلاث ثواني يبنى علي صورة انه أنا مثلا علاوي المجامل مفهول هس هي قضية عدم المجاملة أخوها يزيني عد الشهر لا لا ما أنا ما أقصد المجاملة بالشعر وفيش اسمه أنا ما أقصد ما أقصد المجاملة بالشعر أقصد المجاملة أنت من اليوم علاوي علاوي رسالها وشي أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري بس الناس تسأل يعني للأمانة أنت فسر للأمر للأمانة هي مو قضية يعني انتقاس وهذا الشيء أنا بعيد عن هذا الأمر والقريبين عنني يعرفون هذا الموضوع القضية وما بيها أنت مرات تمر بمشاكل أو تمر بظروف هاي تنعكس على شكلك تنعكس على تصرفاتك والتمرتضى تدري هس إحنا واحدشين أريد أسمع بيكي تسمعنا تقول عليه شهر شهر بيش لوانه هذا البيت مرتبطة خلنا الذكرة كل شيء أحب أبد ما كان بالي وياك أبد ما كان بالي وياك شه تقول الله أمس ما كان بالي وياك شه تقول شفت وجهك وحشك ما أسمع الله الماته هو يذكرك بالخسارات الله وجه يقنعك النسيان بدعة علي مفروض بردو عليك شباج الله الله علي مفروف برده وعلى الشباش الخسائر فرضتك ما تشنت مسعه اشتريتك مشترة تعبان بالسوق يأخذ شن قبال الصير سلعة مهو السفان اشتريتك مشترة تعبان بالسوق يأخذ شن قبال الصير سلعة مهو السفان لما انسفرت الطول على الغيمة البعيدة يشوف قلعة عيون الباتية ما تصدق الشوف بالعاقول هم تخلي لمعه وبيع البلابل قلبه مسجون من يكسر جناح بياع البلابل قلبه مسجون من يكسر جناح يحسها متعة وابر طيحتي المخنوق معذور ما يتخير المحتاج فزعة كمين الطيش قلت القلب ما فاض مو كل شي ترى التهوات تبعه الأشياء التي حبها تخسرك وواي جندة لينهزم كالتالة درعة الله شوف الوين وصلتنا الخسارات الله الجندة لينهزم كالتالة درعة كمين الطيش قلت القلب ما فاض مو كل شي ترى التهوات تبعه الله الأشياء التي حبها تخسرك وواي الجندة لينهزم كالتالة درعة الله شوف الوين وصلتنا الخسارات قمنا نعاشر الماء نهوة طبعا الله الله قبور البدو حسن غربة الروح لا شافت بخور ولا كو دمعة دولاب الهوى بحيش شعب مقفول لا يصعد طفل لا هو يدفعه إش ما تربح حرب بالتالي خسران بالتالي العمر تلقى نصر خدعة الله الهوى اللي يدخل سجن مس يطلع يطيح الله شوق وندم شايل ماء يرفعه الله صوتك مو عذب بس الفراغات جبرتنا عليك وقمت سمعك الله 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 عليك الله عليك شهاد بعد الفاصل علاوي راح أسمعك أنا بالخدمة إن شاء الله رجعنا من الفاصل علاوي قلت لك وراء الفاصل أسمعك علاوي هو الأمر ما يصير ينمر عليه بعجاله لكن أكو شي مشترك بيناتنا إحنا فقدنا شخص عزيز علينا صحيح هذا الإنسان كان جدا خلوق جدا شاعر علي مهدي وزيد السومر رحمة الله على أرواحهم علاوي فترة من الفترات علي مهدي يعني هو قريب علينا كل شيء قريب علينا الله يرحمه الله يرحمه إحنا ما نحمل الله يرحمهم الحمزي غير الذكر الطيب شوف بهيش موقف مرتضي يمكن تختلط عليك المشاعر فعلي للأمانة تذكر الأشياء الحلوة يعني علي مهدي أتحدى أي شخص يلتقى بي أول مرة ما يتأثر فعلي أتفق وما يحبه أتفق علي مهدي أكو قضية يعني خلنا نجعل جانب الشعري حتى مرات الناس يقول مثلا هذا قريب من علي الجانب الشعري علي مهدي من الأرقام الصعبة بجينة فعلي أتفق لون مختلف يكتب بطريقة ما يجيد هاي شاعر يعني يكتب بطريقة واحدة يسافر من الله يرحمهم يعني صار قضية الحادث يعني توفى ضل فراغ يعني ضل فراغ يعني ما يعني ما أعتقد راح اليوم يجي شخص راح يملي للأمانة فعلا وأنا أحكي على مستوجين يعني أحكي على مستوجين مرتضى والدليل أنا حتى القصيدة الكتابتها ما قدرت يعني ورا الحادث أكتبها ورا الوفاء اتأخرت تأخرت على هذا الموضوع لأن أكو أكو فترة أنه ما تصدق هذا الشخص ميت ما تصدق يعني الأمانة حتى زيد حتى قضية زيد يعني زيد يعني تعرفت عليه آخر فترة يعني أكو موضوع أنت تدري بيمكن على سالف بأيمن بخصوص جان حديث عني هذا اليوم يعني يوم مشؤوم يعني ما رد يعني أخلي العالم تذكر بس يعني الله يرحم الله يرحمهم علاوي نسمع قصيدة علي مهدي علي مهدي أقول ابن جيلي والبقدي نالله مات لشان متفائل وقال الثورة حتى من القبر تبدي الله ابن جيلي والبقدي راحت شان متفائل وقال الثورة حتى من القبر تبدي نسان القصايد لانكا تبهن واتذكر شكبيات العلم اهدي الله نسان القصايد لانكا تبهن الله علاوي واتذكر شكبيات العلم اهدي برودة يخجل ويشوي الله من تناقش بالقوة تسمع صوت بس وقت المنصة يصير مثل النار اذا يكتب نعي حسسك انت تموت الله الله اذا يكتب نعي حسسك انت تموت ولد بيعافية وكلش مسالم وانتش رايد من الشاعر الميخاف يقلق نوم تسلطان الله انتش رايد من الشاعر الميخاف يقلق نوم تسلطان هسان صديقة اي ومن بعيد يجوز خلّه بتشعل يا جميو بس على الله وعند أخوان الله خفت كلك لا انا خفت كلي انا اتجاهل العفتة وراك ينوح ويدلي خفت كلك لا أنا خفت كلي أنا الجاهل العفتة أنا الجاهل العفتة وراك ينوح ويدلي والقالة وفراقك سهل أسألهم بمكان المزهرية لتنكسر بالبيت الناس الفقرة شا تخلي إحنا الشعراء هوا ينزاعل يا علاوي الله إحنا الشعراء هوا ينزاعل صحيح وأنا ما أنكر بس لو ظفر شاعر ينفقد من نام يطيح الزعل كله ونرجع نخضر الله إحنا الشعراء هوا ينزاعل صحيح وأنا ما أنكر بس لو ظفر شاعر ينفقد من نام يطيح الزعل كله ونرجع نخضر الله وهاي العيشة ما تسوى غصن وفراقك الشجرة الله بعد ما ظلك الواهز هاي العيشة ما تسوى وغصن وفراقك الشجرة بعد ما ظلك الواهز من جناستك طلعت كرهت الشعر والشهرة الله علاوي كرهت الشعر والشهرة الله علاوي الله يرحمهم الله يرحم علي ماتي سيد الله يرحمهم ويدغمد أرواحهم بهذا اليوم كمين هو الفقد إحنا علاوي رأينا نطلع من هذا الجو الحزن الله يرحمهم يب بالذاكرة بعد اي 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 عموما الحمد لله وشكو جعلنا أغير شوي هاي مرتضى هواي عدك علاقة يعني هواي عدك علاقات بالوسط اي اي هس أنت معقول الناس هاي كلا تحبك وأنت كلهم بتححبهم لا زي ما يكفك فات قضية لا وجاء الجامل والله علاوي مسألة انهم كلهم يحبون هاي ما ادر به والله ما قدر اجاوب عنها بس هواي مرتضى هواي اما يا خانم ما احبوه لا ما عده مشكلة مسألة أنهم يحبوني كلهم أنا يعني ما أقدر أجزم بيها أما مسألة حبه لهم لا أجزم بيها ليش أجزم بيها؟ بس مرتضى ولو أقاطعك أنه ده سر خلافات يعني لازم يعني أنت على الأقل بين فترة وفترة اللي نشوفه خلافات بين الشعراء قضية قصيدة قضية توارد يعني أنت هاي ما لمستها؟ بها إعلاقاتك؟ أنا لمستها علاوة بس أتجاوزها الموضوع اللي خاص بي أنا أنا أتجاوز على الله وليش أتجاوزها؟ لأنني حاسب للشعر موضوع أكبر وللشعر شخصا أكبر أكبر من كل شي فعلاقتي بالشعر مو بس شعرا لا إحنا هواي شعراء على الله وماشيناهم وقعدنا وياهم وضحكنا وسولف صار بيناتنا اختلاف بس إحنا تحفظنا كل أسرارهم بقت يعني مرتضى بالمقابل أتمنى تمنى أن هاي الرسالة توصل بالمقابل يعني أنا 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 أحمل مبدأ أنه كل شيء يصير لازم بالخفاء بالخفاء يعني على قولتي ليقول لو تصير من الروس زيان؟ أنه هذا الأمر ما يطلع للإعلام ما يطلع ليش ما يطلع للإعلام؟ لأنه الناس ما معنية بهاي الأمور الناس معنية بالإبداع لأن هاي المشكلة أخرت الشعراء أي طبعا أخرت الشعراء وأخذت من جرفهم هواي أما أحب لهم لا أنا أجزم بالمية أو بالمليار أنا أحبهم كلهم وأوقف على مسافة وحدة من كلهم من كل الشعراء المشاكل اللي صير أنت شفت علىه يعني صارت هواي مشاكل أنا ما خليت نفسي بها طرف يعني أشوف موضوحها ليش أنزل المستوى هاي صغيرة؟ مرتضى أكو سؤال يعني أنا سامع للأمانة أنا سامع أنه هواي ناس يشوفون يعني مرتضى خلف الكواليس بالمنتدة فهي تسأل يقول لك هو شين دور مرتضى بالمنتدة الناس ما نعرف يعني نحن والهيئة الإدارية الموجودة بالمنتدة نعرف بس اليوم مرتضى شين دوره؟ يعني يدخل بقضية الدعوات قضية القراءات مرتضى يفرض شايف هاي التهمة الجديدة مرتضى يفرض مثلا أنه هذا يقرأ وهذا أكوهي جحنة يعني موجود أنا أحسنة تريد أن أجاوب مرتضى أو أجاوب هيا إدارية؟ كيفك؟ لا أنا أجاوب هيا إدارية لأنه أجزء من هيا الإدارية كمرتضى شخصيا لا ما أعدى هاي الأمور جملة وتفصيل لكن كهيئة إدارية كهيئة إدارية إحنا نقعد وأمرهم شورها بينهم إحنا نقعد علاو أنت موجود يعني أنت وين بعيد عن هيا الإدارية يعني أنا من سألتك من الباب أنه أنا أنا حسيت بسؤالك يعني نوعا ما هو ملغوم هذا السؤال أنا حسيت بي بس إحنا علاو نقعد هيا إدارية هيا إدارية يعني للأمانة يعني يجوز أنا مرات إذا يصير مثلا مثلا أقول مثلا فلان شعر نخليه بفلان أمسي أو هاي لا رأل يعني متخلوني مرتضى أضيف أضيف على الموضوع وحكم أنه إحنا ثنينا بالمنتدى أحنا وين تريد توصل على الله أحشي ليها مثل ما الصدق غير الصدق جاي يصير لغط موضوع أنه ليش فلان قرأ وفلان ما قرأ وشينو أنه الشعراء الموجودين بالمنتدى بالهيئة الإدارية أنه هم يفرضون بس أنا أريد أن أوصل رسالة وإنت مرتضى يمكن تدرب هذا الموضوع أبو جنة لا 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 أكون موضوع مهم يعني هذا لازم أبو جنة أبو دانة عبدالله العقيلي أيمان اللامي أيمان اللامي هنا نحكي أنه مشعراء مشعراء قضيتهم إدارية قضية الدعوات فهم متكفلين بهذا الأمر الأمور اللوجستية الأمور وللأمانة يعني قدموا أشياء لؤانوهاك ممكن لؤانيك كشعراء موجودين بالمنتدة ما نقدمها لا أحد خليه يكون صريح هواي أشياء قدموا من وقتهم من هواي أمور فأنا يعني اللي عنده فرصة يقرأ بمنتدة الرسالة تيجي الفرصة ما من الممكن اليوم منتدة الرسالة يحتكر شاعر هو منتدة جميع الله وخلنا نتفق على نقطة لأن هذا المنتدة منتدة جميع صحيح مفتوحة أبوابه للكل بس إحنا يعني أكو معايير وقياسات اليوم إحنا أنا مارد أجزم بالنجاح المطلق صح بالنجاح المطلق ولا قد إحنا الأول حل وهاي الادعاعات كلها أنا أفهمتها أنا أحب هذا الأشيء أنا أفهمت كلها الادعاعات أنه إحنا الأول لا لا هواي منتديات أم صحيح وموجودة ببغداد وإحنا امتداد تمام لكن الأمر اللي أحب أنوه عنه هذا المنتدى يعني نوعا ما نوعا ما مش بطريقة سلسة للنجاح خلينا نقول الحمد لله طريقة سلسة إحنا اليوم نريد نحافظ على نجاح مرتضى إحنا راح خاف يأخذنا الوقت وانا ما حديث يطود ما سمعت منك هواي قايلها قبل قايلها قبل يعني هي أمرتها تتأول هو لون لا أمرتها كاتب هجاعة شئنا ما تريد يعني أنا هواي كاتب هجاعة لا هو بس أنا ما يعني لا هو الهجاعة لون كاتبها عالية من القصر المهم كاتبها عالية قايلها قبل حتى ترتاح بس راح أكررها أنا الغابة المخيفة المحدي طرها الله نار وما أجامل كل شلوح يموت إذن البيعالك طحها ما جرها الله أثني قايلها قبل بس راح أكررها أنا الغابة المخيفة المحدي طرها نار وما أجامل الله كل شلوح يموت إذن البيعالك طحها ما جرها أثني بطقة بس بحشايتي ما أصير كلمتي يطيح راسي وما أغيرها التعود على العفو يعودك على الخذلان الله التعود على العفو يعودك على الخذلان جامة وعوجة بس تعدلها تكسرها التعود على العفو يعودك يعودك على الخذلان جامة وعوجة بس تعدلها تكسرها التثور بلا سبب يكثر وراها الله الله بصير اهتمام الناس عن سرها راح ارميك رمي الطالع على الصيد بحجة تفقته للصيدة عمرها راح ارميك رمي الطالع على الصيد بحجة تفقته للصيدة عمرها ما خليك ند بس راح اقلقك حيل اش وقت ما افرغان عصابك اظفرها و ساعة صفر ما اخليش وقت ما ريد بمزاجة تخلحها رب ما لاتخيرها أعرفك خايف تخلص العركة بساعة أعرفك خايف تخلص العركة بساعة لأن تعرفها من الطول تخسرها وأنا بالمعركة والناس خلق رسام رسمت وبقت يمي أحسمها أخرها وإذا طابت الروح وردت عودع فيك إذا طابت الروح وردت عودع فيك ما خليك حر والذلة عبرها أعرضك للمراوس بأعماء تنباع تحلم قيمتك بالبيع أعرضك وإذا طابت الروح وردت عودع فيك كفو والله إذا طابت الروح وردت عودع فيك ما خليك حر والذلة عبرها أعرضك للمراوس بيع ما تنباع تحلم قيمتك بالبيع كبرها وشرط مراوسك لو طيرها لو دخان من يدي اللي أخذك لسه ما يطيرها الله خاف وترد علي خاف وترد علي وهذا وارد حيل الثمن طار ورجعتك سالفة بتره الله وعود حجي علي وقوله للخسران من تبقى البضاعة تعيب تاجرها الله طببتك السوق وبيك ما رديت طببتك السوق وبيك ما رديت الشاطر بالنهاية اللي يقدر يفرها الله الله عليك الله 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 اي علاو اي اي اقول بس لا تهجيني علاو لا اي انت مرتضى شنة هوايتك تفاجأ شك وشاعدتك شك وشاعدتك ما يسافر حلو وهاي المرة ريد احسم قراره يا أك عند جنازة ما تتأخر الباشر الله الثقة من تنفقد يتحلى في الناطور اي وحميتك قبل لا تبدو ثقة هاجر الله الثقة الثقة من تنفقد يتحلى في الناطور وحميتك قبل لا تبدو ثقة هاجر وحك شيء لتتشادر من تخفو الناس الله امطلعك من حرب بيه الجثة ساتر الله مع خال امطلع وحك شيء تتشادر من تخفو الناس امطلعك من حرب بيه الجثة ساتر مع خالص محب تلك حلك تشذاب ومع كل احترام الوجهك العابر شيء يقل لفراقك من حنين الناس ضريح وين ما دير الوجه زاير ضريح وين ما دير الوجه زاير أنا الحل الوحيد الشردة المسجون الله أنا الحل الوحيد الشردة المسجون لازم أجب باله وما يظل حاير العلاقة الما تطول مو سبب هالنوس من تكتشف روحك تكسر الخاطر الله العلاقة الما تطول العلاقة الما تطول مو سبب هالنوس من تكتشف روحك تكسر الخاطر منطب للمراقد حتى تبجي هواي وما تشبع بك وتكمل بتشادر الله تناقش فاقدة تقل هلطم شي فيت الله و جاي تفك حزنها بليل تلعاشر الله تناقش فاقدة تناقش فاقدة تقل هلطم شي فيت و جاي تفك حزنها بليل تلعاشر ما أتفاجأ من تقله ما غلطان حتشيك هذا بالمحكمة مش قط صاير السرب شي أكثر اللي يرجي فيه يوقع طير الله و حتى قدر أعيش الوحدة ظل طائر الله أعلق حتى قدر أعيش الله الوحدة ظل طائر فاصل و نرجع يالله رجعنا بالفاصل علاء و قبل الفاصل أنت تشتم حضر السؤال مرتضى هذا السؤال أسأله لو عوفه أشوف علاء و إحنا أتفقنا نطلع من حلق لا لا أسأله براحتك بس أنا عندي سؤال كل شي مهم اللي؟ أي والله أسأل أسأل لا 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 بمشاكل لا والله ما بمشاكل مرتضى فأسأل قدامي لأن هذا مؤمن عندي لا 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 هذا مؤمن عندي أخوي أسأل لا تخاف أخوش مرتضى تذكر مهرجان مهرجان جبار رشيد مهرجان جيني مال جبار رشيد هذا المهرجان صار علي هواي لغط أنت شنت القائم بالأمر وأكو شعراء تسائلوا إنه ليش أنا ما ما قريت أنا قريب من جبار أنا كاتب قصيدة رثاء على جبار أنت تكفلت بالموضوع وأنت اختارت القراءات أنا أريد أعرف منك شنو اللي صار شنو اللي صار يعني هاي الهجمة شنو سببها عليك هاي الهجمة أنا أنا رح أول أول شي أريد أبيلك في الشغلة على اللاوي على اللاوي أحنا كجيل كجيل إنه حق نرثي مليون بالمئة جبار رشيد رحمة الله على روحه شنو قريب على الجيني أنا ما عندي مصلحة شخصية يا جبار رشيد نهائيا يشهد الله صح ما عندي كل مصلحة ويا لكن جبار رشيد أقرب إنسان الجينة والله صح تتفقوا يا الله يرحمه أقرب إنسان الجينة مع عاصر الشباب طلحهم محتويهم جبار إنسان مرتضب وأضيف لك أضيف لك بهذا الموضوع أنه حتى أكو شعارة من جينة متأثرين بالمرحومة وعلن أن يحجوها أستاذ جبار رشيد ويعني بالبرامج يسولفون بهذا الموضوع أستاذ جبار محفظة القاب رحمة الله على روحه يعني تجربة كل شيء مهمة الأمر ما بي أنا أريد القضية اللي صارت بالمهارة أنا القضية أريده مرتضة بس لا تقاطع لا الأمر رح أقاطع بس هناك شغلة جدا ضرورية أنت على أي أساس اختريت القراءات على أي أساس أنا راح أجيك جاية علاوي بس خلي أوضح صار مهرجان جبار رشيد رحمة الله على روحه بالمسرح الوطني أذكره ماكو أي قراءة جينة بي أذكر صحيح أنا حز بداخله هذا الأمر ليش لأن إحنا جينة ما ناقصة إبداع ولا ولا ما يقدر باعتبار أنه جبار قريب على الجينة الله يرحمه يعني محفظ الألقاء ولا ما يقدر زيان إحنا من صار المهرجان مالتهم اعترضنا لا قلنا ليش مش معنى أنه أنا من سويت إجي سويت مهرجان بس اسمعلي من إجي سويت مهرجان اعترضوا عليه لا بس هناك قضية مهمة لا حتى ما قابع حتى خليك براحتك الاعتراض ما يجي من اللي يمسوين مهرجان الجبار لا علاوه مو بس اعتراض أنا توصلت يعني التهديد أكو ناس قالوا واكفين بنادق باب المنتج يعني وصلت لها المرحلة أنا ما أعتقد أنا إجاني ووصلوا لها المرحلة أعتقد أنه وصل لها المرحلة بس أنا ما صدقت هذا الأمر أنا ما صدقته قولوا نقلوه اللي يقرؤوا إحنا نتفق أكو عالم تريد تخرب أنا بس أنت سأخو ما أقل لك مرتضى علاوه 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 أكو مسألة كل شي مهمة أي أنا لو أدور مشاكل كان اتخذت هاي المشكلة طريق للوصول ممكن ومن حقي لأن صار لغط لغط وكل الشبير وأنا سديته صار زعل حتى بين الشعراء مسألة الاختيار أنا إجيت كل ما في الأمر أنا اختاريت جيلي اختاريت جيلي يجي رث الجبار الاختيار شلون صار الاختيار أنا بكل أخوتي طبيت عليهم واحد واحد يولت ليش أكو ناس ما كتبت صح أنا أتذكر هذا الموضوع أكو ناس ما كتبت علاوه أنت موجود وياي بالموضوع صح أتذكر أكو ناس ما كتبت اعتذرت يعني هواي ناس آني حتى بقيتها تغيرت أسماء تغيرت أسماء وهواي أكو ناس ما كتبت قالوا وإحنا نعتذر نعتذر ما قدرنا نكتب يعني بصدد راح أحكيها مناطقيا حتى ينحل هذا الموضوع نهائيا أنا من سويت المهرجان سويت على مستوى بغداد بدليل شعراء من المدينة شعراء من الكرخ شعراء من الرصاف كان تنويع للأمانة وين الطعافية بالموضوع والأغلبية كانوا المدينة قروا به لا أحنا حتى كونه يتعلها بس أسماء لا 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 حتى إحنا ما نخليها في هذا الإطار أنا مرتضى المشكلة وياي نرخصك على هذا أقدر تكون مدافعة عني المشكلة وياي أنا ما جاي أقول لك جاي أخلق مشكلة بالجديد لا أنا جاي أقول لها جاي أوضح لك جاي أوضح لك للعلم ولحد الآن أكو أمور أنا ما أريد أذكرها لحد الآن كل اللغط اللي صار وكل اللي يتهجموه على مرتضة وكل اللي يزعلوه على مرتضة أعز من نظر عيني الله ليش؟ لأن والله أحبهم والله العظيم أحبهم وآني شخصيا علىه أنت تذري بي لا عندي مشكلة بالوسط للأمانة ما عندك لا عندي خلاف والشخص لحد الآن بس مرتضة من جوة جوة لا لا هي مرألة من جوة أقول لك علىه هي لو أطق لو ما أطق والله العظيم لو أطق لو ما أطق المهم نحن حتى ما يأخذنا هذا الحديث الناس منتظرنا تسمع من عندنا فحتى ننهي هذا كل اللي صار هو زعل حبائب يعني إن شاء الله أنه هذا الخلاف اللي صار كله انتهي لا هو انتهي من ساعة أنا من يمي انتهي من لحظ انتهي من ساعة نحن مرتضة طقت مقوار وانتهت أنا راح أطيك أو أسولك لك في قضية مهمة أنا هم مرة تعاني من عندها أنا أريد نوصل المرحلة جينة ومو بس جينة حتى الأجهال الموجودة الجديدة القديمة أنا أقول أنه بين الشعراء إذا أقلت الخلافات الإبداع يكبر ومساحة الوصول تكثر لكل الشعراء علاوي بإمكانك بإمكانك بإمكان أي شخص عادي يصير رئيس وزراء بس مو بإمكان يصير شاعر شوف الفرق شوف الفرق بإمكان أي شخص عادي صعب التعامل يصير رئيس وزراء ممكن باچر يصير رئيس وزراء بس مستحيل يصير شاعر صح هاي صفة عظيمة زين ما بالك أنت شعب العراق ذواق أربعين مليون أنا عندي من الفاو الزاخر كلها تسمع شعر هو مادة دسمة زين أنت هذا الشعب المسكين رغم هاي الأمور الجاي الصربي والولاد النوو بتصدر تصدر لها مشاكل تصدر لها شعب الله يصدر لها شعر يصدر لها قصيدة يعتد بها قصيدة تكون معالجة صحيح أنا جاء أنا جاء وفلان ما معني الشارع ما معني أكمل لك هذا الموضوع إجت فترة من الفترات عندنا يعني بالوسط الشعري بدت الخلافات يعني حسب ما تطفو إلى السطح يعني شلون يعني تطلع عن المألوف إذا كانت ببرنامج منشور سوت أنا هذه الفترة تذكرها بس ما أريد أقول السنين بالضبط حتى لين معروفين الشعر بالمناسبة عادتنا لهذا المواضيع ما كو ما لك اسمه يعني هي محفزة بس إحنا شنزو متلازم أنا اليوم هذا موضوع أكو مشكلة هنا أنا المشكلة أسالف عنها وحلها أنا للي أريد أقوله خلنا اتفق كن إحنا نعوف الجانب الشعري ونركز على جانب الإنسان للشعر نترك الخلافات على صفحة ونبدأ صفحة جديدة ومثل ما يقول عفو الله عن ما سلف أتمنى أنا أتمنى هذا الشيء لو يقول عفو الله عن ما سلف رجعتنا قرن المهم أقرأ أنا أنت تقرأ شنو أنا بخدمتك ليش ما أقرأ؟ أقرأ أكو مرتضى يوحي لك هدوئي أي يوحي لك هدوئي حتى تقول أنت تكتب هجاءه حتى أبين لك أنا أنه مو بالهجاء شوف أنا شقد فقير يوحي لك هدوئي أو شكلي ما متعوب الله كل هذا تصنع مو حقيقة وها و لا تسأل اللي يسأل عن ضياع شلون قليل العجوبة وهواي الاستفهام الله لو حوماك تملة نقص بيها هواي من يكمل فكرته و ميت الرسام علم و تغير بثاني شكل شكل والوان راحت قيمته و يتمنى يرجع خام وارده بتشف مراهق موعد تمنيت ذبلت بملح تشفه و طاحت الأيام الله و عشت كل الظروف الزين و المو زين الناتج بس قضايا الخوف صار البام الضحكة العابرة من أسمحها حيلي يموت الله أنا انتكس لو شفت الفرح بأفلام الله و راجعت الأيام ذنوب كلها خفاف الله راجعت الأيام راجعت الأيام ذنوب كلها خفاف أغلبهن شعر لو على أغانا احتام أحب أسمع كريم و كاظم اسماعي الله و من أرتاح صدفة أسمع أغانا نغام و بقيت مرة حلم بسر التعيش أوضاع الأول بوقيت يحتار بالمضمام الله على هذا البيت مرتضة و بقيت مرة حلم بسر التعيش أوضاع الأول بوقلة يحتار بالمضمام و آخر مرة سامع فرصة من سنين من أيام من أيام الدراسة و فوضة الأقلام و كنت ما مستغل هاي ديك جرس ما قوم خايف على هدوم البايد أمن العام الله بكل هاي ظروف تريد من نرتاح طايح من جبل ورد احتفظ بالجام الله و عدا ناسي و حقدهم ما لك التورير لا حق برقبت ولا عليها مضام لبو النفس المريضة اشتعتذر ما يفيد اخصمها و حرب الحقد ما تخلص بالاستسلام مو طبقة تشفونه هاي هي النوم ترى قبل تشفون الفكر كونينا سلامتك الله مرتضى الله عليك ايه اقول ما اخذ موقف مرورة على الجمار ايه بما اقتنع شيء بالذبح طالع الله و طب حاجوز بين الخشب و المنشارة و بين صياحة المعزيات ما فازع و يكل الجنايز عند الافتنقاو الله الله و يكل الجنايز عند الافتنقاو و نفس احساسه الهن فاقد و ضايع ايه اللي يجين و ما تبين بيدا لمعثار لو كتال ما وقفلنا بالشارع علي ما تنحسب علي ما تنحسب فتحة لبر شباش النفس من رية المهضوم متراجع الله علاونا علي ما تنحسب فتحة لبر شباش النفس من رية المهضوم متراجع اذا جارك الاول ساتره مخليك بعدش تفيد فازعت جارك السابع اوجه اتهامي الرقضة الصياد ميفزز الطئر البعده ما شابع و كرهت العالم العبال هالله انسان من مات الرزق تزعل على الجامع الله علاوي و كرهت العالم العبال هالله انسان من مات الرزق تزعل على الجامع الدم بهدومهم بس ما لا شغل السيف هاي اثار من الحجل ما طالع الدم بهدومهم بس ما لا شغل السيف هاي اثار من الحجل ما طالع النقاش اللي يخلصوا بلا زعل بس بالسوق من يتناقش الشراي والبايع حبيت السفينة تمشي عكس الريحة لأن كانت مفكرة تغير الواقع وتمنيت قد ما يصفن على البوب والميت بالسجن يندفن بالشارع هيك هتخيل مني طب هدوء الليل ابني يمشي بوع لرموش هتباوع وتفل الظفيرك بقل المرايات تتفاجأ بديه هجقت شعر واقع البريء بالمشانق شلت من رجلي المالحق يبوسط فاله ويوادع وبوقت الحرق ما هدد النجار حتى طلعوا بوجه من الحرق ناكع سلامتك شوف شكت حافظ لك آن جان حافظ لك كل ساعة اقرأ وان اقرأوا يا أخي والله علاوه والله حافظ لك المهم علاوه الندم ما متندم وحاسب شكت خسران متندم على الواهس أعوف أهلهم مصيبتهم وريد الذكر بآخر لقاء وياك من بجية نشلابس الخسارة الخسارة خسارتكم جقارة جقارة وطاحت من لي دورة غيره وموضوعكم ينسد الكره علاوه كرهت العالم العبال هالله إنسان من موت الرزق تزعل على الجامع الحب الحب قلوب الفارقة من عندها لا تخاف إذا تحب من جديد الصئرة مينة الله وما تحكي بتفاصيل اللي يروحون من حيطانهم بين المدينة الله الله عليك علاوه الواقع رجعت الواقع تفاجأت بالمرسال بخط ما ينفهم بس القراءة يبرد كاتبت الحبيبة بقلق واستعجال بحيث اليقرأ يسمع رجفة المعضة الله الطفولة الطفولة من صدر الرقب تقماطك ما طيز حفشان الله من عندها وعرفتها يا مموح الواق ومن حطوها تحت وساة ستشين عرفت علام اللي قدام الله خذلان علاوه جنت حاسب حسابك للذبح وياك وجنايزنا سوى بنفس الحبل تنشد أثاريك أنت آخر طلب للمعدوم قبل ما تنعدم عظامك تشهد الله الله يسلم يا الدنيا يا علاوي ما تسوي ما عندك شي بعدي له يا أخوي أنا عنده هواي مرتقم الشجاعة ما سيرتنا عليها علاوي الشجاعة لا أخي أنا بغير مضمون يعني مرات الإنسان مو يوصل لمرحلة القوة علاوي عوفك عوفك والله عوفك من هذا الموضوع هيا عراشي أنت الشجاعة التي تتعارك لا أنا واردة تتعارك شوف كل شعر شجاعة خلي بالك علاوي شجاع بالكلمة شجاع بالمنطق شجاع بالطرق شجاع حتى من التناطق لا لا هي سألت عارك علاوي مو يج بس علاوي بس عدك مفهوم الشجاعة ببيت أنا حابة أي شيء بالأمانة نهي هوا عندك تتلقى طلب ريسة بيئة طبعين تغرف منها اللزم منها نسحب موس علاوي علاوي من بداية الحلقة أنا هذا السؤال مو يعني راح يصير بيجالة من وراء بس أطين مرة ها تريد تسألني أريد سألك علاوي علاوي علي شاهين هواي اختلفنا هواي تعاركنا وهواي نظرنا هواي هواي شن السبب لحدنا باقي نصدق مرتضى ذكرتنا ذكر قبل فترة علاوي بس أقول لك على شغل بس أقول لك على شغل ما أريد بقادم الأيام أحس بالخسارة والندم لا مرتضى أنا منها سأقول لك وراء الحلقة ينتهي كل شيء أرتاحت لا مرتضى مرتضى هذا الأمر يعني همزين سألتنا علي اليوم العلاقات شون تستمر راد أبو فتيان وأحد بعد بيته يقول العلاقة تستمر تقوى بمشاكلة الله على هذا البيت تحياتنا اليوم منصير تحياتنا راد أبو فتيان استاذ راد اليوم منصير خلافات بين الأصدقاء القريبين اللي واحد على خلافاتنا لا لا اللي واحد فاهم الثاني هي وجهات نظر هي بالتالي وجهات نظر اليوم أنت تختلف بيها وأنا اختلف بيها بس هذا ما يأدي يعني أنه فيما لا هذا هو خلص كل شيء خلصت العشرة والنسة أنا جاي يشوفها يعني بأغلب الناس يعني علاو بش اختلاف سياسي ما أنترد على رسالة تقوم يومين ثلاثة آه أنا متدرب بضعي ما أدرب بضعك علاو ما أدرب بضعك أنا أنت تزين يجب وجنل يالله لا أنت تزين أنا أقول لك إذا ما أرد على رسالك يعني أنه أظل هادي الحد ما يروح الزعل وأجي يقول لك مرتضى شونك شمحتاج علاو الحمد لله والشكر ما دام إحنا بعدنا أصدقاء الحمد لله واستشفت وقال شمحتاج على سلسان سالك أتمنى أتمنى كنا خفيفين الضل على سلسان المشاهدين إن شاء الله ويستمتعون أنا مرتضى يا حبيت لأنها أول مرة نفس البرنامج بس بعد ما نعيدها مرتضى علاو تجربة مهمة تجربة التقديم تجربة مهمة أتمنى أن نطلع منها مستفادين من أداء كل الحب لك وكل الحب لك والشكر واللقائمين على البرنامج خلف الكواليس ومرتضى أنت من شعرات جلي المهمين للأمانة أكيد علاو يعني نوعا ما أنا أفضل وأقوة بس يلا الحمد لله شكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا